العملية التاسعة صفحة 36 في 19 واحد تم سداد جزء من الرصيد المستحق لشركة شمسان حيث تم سداد مبلغ 30 ألف ريال بشيك معنى ذلك أن الشيك هذا يمثل البنك أو النقدية المدعى بالبنك التي هي الجزء من الأصول أو استخدامات الأموال إذن هذه العمليات تؤثر على استخدامات الأموال شمسان كانت دائنون والدائنون هذه كانت أحد عناصر الخصوم التي تمثل أحد استخدامات الأموال إذن هؤلاء الدائنون عند حصولهم على مبلغ 30 ألف فإن المبلغ المستحق لهم لدى المؤسسة أو لدى المنشأة سوف ينخفض وكذلك المبلغ المسحوب من البنك يؤدي أيضا إلى انخفاض البنك إذن هذه العملية تؤثر على كلا الجانبين وبالنقص كلا الجانبين قد تأثر بهذه العملية كالآتي حدث نقص في جانب استخدامات الأموال وأيضا حدث نقص في مصادر الأموال بالنسبة لاستخدامات حدث النقص في رصيد البنك كان به 330 خصم منه 30 وأصبح رصيده الجديد 300 ألف ريال إذن حدث به نقص كذلك فإن رصيد الدائنون انخفض هو الآخر بمبلغ 30 ألف ريال ليصبح رصيده الجديد 10 ألف ريال بناء على ذلك فإن المعادلة المحسبة الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية نلاحظ أن البنك كان به مبلغ قبل هذه العملية 330 ألف ريال أخذنا منه مبلغ 30 ألف ريال دفعناهم لمؤسسة أو شركة شمسان ويصبح المبلغ الجديد في البنك بمبلغ 300 ألف ريال بينما أن العناصر أخرى في الأصول لم تتأثر فالصندوق والمدينون والمباني والعدد والآلات والأثاث كما كانت نأتي لجانب الخصوم محقوق الملكية نلاحظ الآن أن الدائنون شركة شمسان كانت دائنة بمبلغ 40 ألف تم سداد مبلغ 30 ألف لها يصبح الرصيد الجديد لشركة شمسان بعد مكان 40 ألف يصبح 10 ألاف فقط لأنه تم سداد جزء لها أما باقي العناصر كرأس المال والإرادات والمصرفات فهي لم تتأثر إذن هذه العملية قد أدت إلى التأثير على كلا الجانبين جانب الأصول وجانب الخصوم وحقوق الملكية كان لدينا 884 في كلا الجانبين قبل هذه العملية وتم سداد مبلغ 30 ألف إذن جانب الأصول سوف ينخفط بمبلغ 30 ألف وكذلك جانب الخصوم سوف ينخفط بمبلغ 30 ألف يصبح إجمالي جانب مصادر الأموال عقب هذه العملية 854 ألف ولابد أن يكون مجموع جانب الاستخدامات أو الأصول هو نفسه 854 ألف نلاحظ أن مصادر الأموال ما زالت تتساوى مع استخدامات الأموال وبناء على ذلك نستطيع إعداد قائمة المركز المالي أو الميزانية تأخذ شكل حرف T يكتب الجانب الأيمن للمعادلة في الجانب الأيمن للقائمة والأيصر في الجانب الأيصر دائنا الآن شركة شمسان في الدائنون كانت بمبلغ 40 ألف وتم سداد مبلغ 30 ألف يصبح الرصيد الجديد لها 10 ألف حقوق الملكية لم تتغير عن العملية السابقة كما كانت وكان الصافي لها 844 يصبح الإجمالي 854 وهو مصادر الأموال دائنا الأصول أو العنصر فيها وهو البنك تم تخفيضه بالمبلغ الذي تم سداده لشركة شمسان ويصبح رصيده الجديد 300 باقي العناصر لم تتأثر بهذه العملية وكان الإجمالي 854 حدث نقص في مصادر الأموال وأيضا نقص في استخدامات الأموال العملية أثرت على كلا الجانبين ومازال جانبي قائمة المركز المالي متساويين ترجمة نانسي قنقر